اشتركوا في القناة ايه هو الهايدروجين الاخضر دفن؟ الهايدروجين الاخضر زي ما الناس كلها عارفوا انه كان فيه الهايدروجين الازرق والهايدروجين الرماد اللي هو بيعتمد على انتاج الهايدروجين سواء من الغاز الطبيعي او كان من الفحم السابقا او الحاجات دلوقتي طبعا العالم كله بيتجه الى الاقتصاد الاخضر والتحول الاخضر في كل حاجة فمن ضمنها الهايدروجين الاخضر الهايدروجين الاخضر ينتج على الشيء ينتج لنوعين او منتجين بصفة اساسية الأمونيا الخضرة وكمان الميثانور اللي هو بيستخدم فيه كواقود سواء للسفن أو الطائرات لعلم كله حال رائق وتعلم أن أوروبا دلوقتي هتفرض ضريبة على الكربون على الطائرات والسفن والحاجات دي كلها فبدأت التحول أنا إزاي أدور على وقود أخضر فجأت اللي هنا يبقى فيها معايزين هيدروجين أخضر هيدروجين الأخضر يعتمد بصفة أساسية أنه مصدر الكهرباء اللي هتخش فيه عشان تحلل الهيدروجين تنتج الهيدروجين لازم تكون طاقة خضراء أو طاقة نظيفة طاقة الخضراء يعني معناها الطاقة المتجددة طاقة المتجددة يعني معناها الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اللي هي دلوقتي عثبتت جدوها واقتصاديتها أصبحت أقل كلفة من بقية المصادر كلها طاقة متجددة يعني أنه دولة اللي فيها مصادر غنية بالطاقة المتجددة مصر حاليا هي تعتبر من أفضل المواقع أو أفضل المناطق يمكن من أفضل مواقع على مستوى العالم سواء منطقة الريح أو الطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء فيها أقل كتير من بعض الدول العالم فبالتالي أصبحت مصر هي محطة الأنظار من المستثمرين لأنه يجي هنا مصر عشان يستثمر يعمل محطة الطاقة متجددة بتكلفة أقل يقدر يستخدمها في إنتاج الهيدروجين بكلفة أقل أو بتكلفة أقل وينتج المنتج بتاعته بتكلفة أقلية يقدر يصدره ينافس به ويعمل به مشروعاته فده البداية السلسلة من هنا جات من هنا الهيدروجين الأخضر كمان الهيدروجين الأخضر هنا كمان بيحتاج إلى مياه مياه و أماكن شحن و منطقة يقدر يحطوا فيها مياه علشان هي جيلة أنا أحللها لأكسجين وهيدروجين بالزبط كده فهو هنا يبقى أنا محتاج أن أنا قريب من البحر علشان أقدر أحل المياه يبقى فيه مأخذ مياه لأن أنا أحللها المحلل الكهرباء أو اللي هو الاكتروريزر ده اللي هو بيستخدم هنا ده بيعتمد على الكهرباء الكهرباء كمان أنه هتبقى طاقة نظيفة بنقوم طاقة شبسية طاقة الرياح وهنا كمان بعد ما بينتج المنتج لازم يكون قريب من ميناء عشان أقدر أصدر أو ميناء عشان أقدر أشحم به سفن أو حاجات فهنا بقت العملية هنا بقت تدور كل ده الظروف دي مهيئة في مصر في الوقت الحالي مصر قطعت شوت كبير قوي في الطاقات المتجددة في الاستثمار في الطاقات المتجددة جذب الكتاع الخاص والاستثمارات في الطاقات المتجددة فده كان عامل مهم جدا جدا ده اللي حصل لأن كل المشروعات اللي حصلت القطاع الخاص اللي عاملها في مصر دلوقتي موظم الاتفاقيات زي ما بنسميها بنك أبول أو قابلة للتمويل من بنوك التمويل العالمية سواء البنك الدولي سواء البنك الاستثمار الأوروبي أو بنك إعادة الأمار الأوروبي فده يعني قطع نشوت كبير قوي فكل حاجة جهزة البنية التحتية موجودة في الشبكة موجودة الأراضي المهيئة المخصصة لصالح الطاقات المتجددة موجودة في مصر فبالتالي نملك البنية التحتية الموجودة فمن هنا الاستثمار أو التهافت إحنا بنسميه كده من المستثمرين إن هما يبتدوا مشروعات الهيدروجين الأخدر في مصر ده بيدل على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر ما بنصلهاش كطاقة متجددة فقط بقدر ما هو ثقة في الاستثمار في مصر البداية صحيف مشروعات طاقة متجددة بعد كده هيتحول نوع الهيدروجين الأخدر بعد كده تصدير الأمونيا الخضرة سواء للاستلاك المعالي أو تصديرها في سوء العالمي الشركة العالمية كمان جات عشان تشحن من أكبر الشركات الملاحة العالمية إن هي تعمل هيدروجين أخدر هنا في مصر عشان تشحن بالسفن اللي هي هتمر في قناة السويس ده بيأكد تاني على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر حلو جدا أنا عندي كم شوية أسئلة كده هحاول أختصرهم قدر الإمكان ولكن بعد الفاصل الكلام ده حاجة أروع من المزيكة استنونا لو سمحت لا ده الحكاية كنز كبير خدونا نجدد الترحيب مرة تانية بالمهاجز إباسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وكعادة الناس اللي مخها مليانت ليهم دايما هاديين جدا في المنطقة غاية في الهدوء لا يتحدث إلا بمنتهى التركيز هنا هروح على أول سؤال اللي سألته حياتك في الفاصل قلتلك يعني أنا النهاردة لما هاجه حلل المية دي هتتحول بالتأكيد للهايدروجين وهتحول الأكسجين وهيبضل في عندي الرواسب الملحية اللي في الحالة دي هتبقى سوديوم بس زي ما شرحت لي برضو حضرتك عشان الناس بتكيش أن أنا اللي فاهم يعني لكل القصة أن أنا إيه يعني غشيت بقى أنا في هذه الحالة هصبح في عندي منتجات سنوية تعزز من الربحية أما أساس ربحيتي فهو أن الهايدروجين الأخضر هتطلع منه الأمونيا الخضرة وهتطلع منه المثال حلو جدا جدا طيب هنا يجي سؤالي أو بالأدق اللي أقولها أكد على مجموعة من الأمور اللي وردت يعني أنا في مصر أقدر أقول أن أنا واحد من أهم مناطق السطوع الشمسي وبالتالي بقدر أستغل الشمس كويس وكذلك عندي مواقع هي مواقع تعتبر مصائد رياح من الأفضل على مستوى العالم وبالتالي أقدر أستخدم طاقات الرياح أيضا وده يساوي في العملية الرأسمالية أو في العملية الاستثمارية أن أنا إنتاجي أرخص أو أقل تكلفة من أغلبية اللي غيري بالضبط هل العالم توسع العالم بقى اللي هو زي ما نقول العالم المتقدم كده توسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر ولا أنه لازالت المسألة لسه في الدايق وبالتالي المنتجين الأوائل يحصلون على أو يحصدون المكافآت الكبرى بالضبط احنا بيقول لسه في الأوائل لسه في البدايات الهايدروجين الأخضر ما زال في البدايات حلو فبالتالي كل المستثمرين بتدور على أي حاجة في البداية محتاجة تكلفة كبيرة لكن هو هنا بيدور على أقل كلفة أو أقل يعني من ناحية الاقتصادية بيدور على الأماكن اللي تقدر تدي له أقل كلفة زي ما حركتا فضلت وقلت مصر من أفضل الدول في سطوع الشمسي ومتعدل سطوعات الرياح لا لو ترجمناها الأرقام بنقول أن تكلفة الكيلواتسع اللي تم التعاقد عليها في مصر حاليا من الطاقة الشمسية أو من الخلايا الشمسية سوفي خاصة بنتكلم على 2 سنت دولار للكيلواتسع للرياح وصلنا حوالي 2.85 سنت دولار للكيلواتسع ده بنعتبر من أفضل المناطق أرخص تكلفة الكيلواتسع المنتج على مستوى العالمي ممكن بنيجي بعد السعودية وبعد الإمارات في الطاقة الشمسية وإحنا تالت دولة مع اختلاف طبعا تصنيف الاقتماني لكل دولة والمزايا اللي بتحصل لكن مصر بالوضع ده لأقل كل فتن في الطاقات المتجددة فبالتالي وده عنصر مهم جدا في التكلفة للهيدروجين الأخطر وده موجود البنية التحتية موجودة الشبكة الكهربائية القوية موجودة فبالتالي لو هنعمل محطة في أسوان وهعمل المحلل الكهرابي مثلا في المنطقة الاقتصادية لتبع القناة السويس عن قلم الكهرباء من الشبكة فخلاص ما عنديش مشكلة صح ما عنديش مشكلة بنية الأساسية موجودة موجودة الشبكة موجودة فكل حاجة هنا مهيئة الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها في المنطقة الاقتصادية لكلات السويس كمان كأي مستثمر فده بتسعيد اي طرد قربوا من مينة العين السخنة مثلا أو بورسعيد أو يقدر يصدر لأوروبا بورسعيد وسفاجة في القريب وما إلى زي بالزبط كده في يقدر يصدر لأوروبا مثلا ويصدر لأوروبا أو ياخد البحر الأحمر بالزبط كده فبقيت البنية التحتية كل الهوامل هنا مهيئة نتجز بمستثمرين فكل المستثمرين اللي جمعوا وقعوا مذاكرات تفاهم اللي بناعنا عليها يبتدي يعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات وبجدية هم يعني فيه حطين هدف يعني أنا جالي مجموعة مستثمرين فعلا وقعوا مذاكرات تفاهم وقعوا مذاكرات تفاهم بين يعني فيها أطراف فيها وصندوق مصر السيادي اللي هي العمل التنمية الاقتصادية اللي الشركة المصرية النقل الكهرباء هي التطاقة الجديدة والمتجددة ده من الجانب المصري ده جانب مصري جانب كمان اللي اعنا بتكلم الشركات سواء إماراتية سواء شركات اتنين شركات إماراتية شركة دينماركية اللي بيقول أكبر شركات الشحن اللي موجودة شركات كتيرة وشركة فرنسية فده كله مش جاي من فراغي يعني لما بنقول واحد أو اتنين يجي وفي بداية كانت شركة ألمانية من أكبر الشركات كمان لما بيقول واحد أو اتنين جيجي بنقول ماشي لكن لما يجي سبع شركات أو ثمان شركات يترقوا الأبواب ويوقعوا مذكرة التفاهم وبدأوا الدراسات الفعلية ويكلفوا استشاريين ويدفعوا ملايين عشانهم للدراسات دي يبقى إذا الموضوع جدي جدا موضوع متأكدين أن هم المشروعات دي هتنجح بإذن الله في مصر مصر هتاخد الريادة في الهيدروجيني الأخضر على مستوى العالم بحجم المشروعات بحجم مشروعات الطاقات المتجددة اللازمة لإنشاء هذه المشروعات بحجم القدرات المحلل الكهربائي الموجود كمان ويمكن زي بحركة تفضلت من شوية وكان الاجتماع بتوجهات الرئاسية إن هو التصنيع المحلي للمحللات الكهربائية دي اللي هيجي دورها كل ما هنزداد الطلب على المحلل الكهربائي هيبقى بالتالي هيبقى فيه سوء لها صح فبالتالي هيبقى محتاجة تصنيع المحل هنا ده وأنا هيبقى عندي مشروعات موجودة في مصر يبقى بالتالي الطلب عليها بالزبط كده بالزبط كده فهي سلسلة كده شركة الشحن الدنماركية اللي هي أكبر شركة في الدنيا دي اه أنا مش هقول اسمها يعني بس اللي هي حرف أم في الأكل بزبط حلو قوي هعايزين يستثمروا معانا في إنتاج الهيدروجي اللي أخضر وهو ده لوحده إنديكيشن بزبط إنه ده استثمار شديد النجاح عالي جدا في ربحيته بالزبط وعلشان يحقق الهدف بتاعه إنه هو يبقى الشحن بتاعته وقود أخطر وقود أخطر وهي تماشى مع التوجهات الأوروبية والتوجهات العالمية إنه هو مشروع يبقى بيشحن سفنه ويشحن المراكب بتاعته كلها بمثانون الأخطر فيبقى كده هو حقق تكلفة أقل وفي نفس الوقت اللي العالم كله بيفكر فيه الوقود الأخطر أو المثانون الأخطر أنا آخر حاجة هسألها أنا دلوقتي جاهز إنه لو افترضنا مثلا الشركة دي خلاص يا جماعة إحنا وقعنا مذكرت التفاهم فليكن مثلا الشركة الدنماركي والشركة مثلا من الشركات الإماراتية أو الشركتين الإماراتية أو كله قالوا يا جماعة إحنا جاهزين نبدأ عملية الضخ المالي لإنشاء الاستثمارات لإنتاج هذا النوع من الوقود إحنا جاهزين؟ جاهزين بس هي في حتة بقى يعني الحكومة كانت حريصة جدا فيها كله ده جاي بكدرات كبيرة عايزين يعمل مشروعات كبيرة أيه زي ما إحنا قلنا في الأول لسه الموضوع لسه إحنا ريادي فالريادي فالحكومة هنا قررت نبتديها على مراحل أيه مرحلة ريادية مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالية كل ما تنجح مرحلة نكمل نكمل اللي بعد نضمن النجاح نضمن الاستمرارية لأن الأصعب دايما في البداية لو نجحت إن شاء الله فيبقى التوسع ومعمول حسابة الخطوات التوسعية وده الأهم إن الحكومة إن إحنا نبقى نبتدي صغيرين لأول وننجح بعد كده نستوسع إن شاء الله خطة كبيرة قوي ونتكلم فيه تقريبا حوالي قدرات كبيرة قوي بس إن شاء الله إن شاء الله جاهزين لها إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر